كان نفسينا النهاردة آخر يوم بقى قبل التوقف ان احنا نيجي ونفرح ونقول لسباح النصر طبعا لان احنا كنا منتكلم ان كان فيه امل ولكن طبعا زي ما كريم تحدث احنا عندنا نقاط كتيرة جدا حابين نتناقش فيها على مدار الحلقة ومش هنعول على اي اسباب خارجية بصراحة احنا هنتكلم بما يرد الله هنتكلم بشكل يعني عقلاني جدا عندنا اخطاء لا كان فيه اخطاء كان فيه بعض الظلم كان فيه بعض الظلم ولكن كان فيه اداء ممكن ان هو يكون احسن من كده كان ممكن يكون فيه تشكيل افضل من كده كان ممكن تبدأ بلعيبة احسن من كده كان ممكن التغييرات تبقى بدري شوية عن كده كان فيه لعيبة مفروض تبدأ من بداية الماتش زي زيزو على سبيل المثال حاجات كتيرة جدا لو كانت تمت كان ممكن الشكل يكون مختلف على كل حال على كل حال هارد لك لمنتخب مصر هارد لك للمصريين جميعا هارد لك لكل من كان له او عنده ثقة في منتخب مصر وفيه كارلوس كيراش على الشيء دي كرة القدم ولكن نتمنى ان نتعلم يعني نتعلم من اخطاءنا للي هو جاي مش نهاية العالم على كل شيء لسه عندنا وسيزون جديد هيبدأ وسنة جديدة هتبدأ لكن كان نفسنا اكيد نفرح لان اعتقد كنا نستحق ده كريم مليون في المية يعني يكفي ان الناس كلها قلوبها ودعواتها لم تنقطع ابدا ولولا لحظة واحدة وجملة اللي هو جاي اللي انت بتقوليها نهاواندة تحتاج ان احنا نشتغل عليها وعشانها من امبارح مش من النهاردة بالمعنى الحرفي نشوف مين من الجيل ده هو اللي هيكمل معانا ان شاء الله ويمكن يوصل معانا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم عشرين ستة وعشرين مين كويس مين لا لازم يكون في شفافية كبيرة جدا في التعامل كمان مع الجماهير على فكرة ان الجماهير حقها يعني الناس دي بيتحرق دمها الناس دي يعني مش عارفهم يعني هقولكو ايه ولا ايه حضراتكم اضرب كلم على حضراتكم على فكرة فانتوا اضرب حالكم من ان انا او غيري نوعد نتكلم على الجماهير وانفعالات الجماهير واحباطات الجماهير ودعمها الدائم والمستمر وتعاملها مع لا منطق في كتير جدا من الاحيان واحترام الجماهير هنا احترام الجماهير هنا معاليش احنا هنتكلم في كل ده على مدار الحلقة ولكن في حاجات كده الواحد المش ادرى استلنا لغاية لما التمر يجي والله العظيم او ده الواحد عايز ذو حلقة ده عايز ذو حلقة عايز بس يا كريم الجماهير المصرية بجد والجهات اللي كانت منظمة ومسؤولة عن تنظيم هنا مطش الذهاب يعني شابو وكل الاحترام لان بجد المطش والمباراة والشوت الاول تلع بهذا الشكل الراقي اللي بيمثل مصر واللي يليق بمصر ولكن اللي شفناه برضو هناك ما والحق يقال لازم ما هتيجي تقولي دلوقتي ما توعديش بقى تتحججي باللعيبة وعفا بالجماهير وان احنا بنلعب على ملعب جديد والجو كان حر معلش بس كان مشهد برضو وكناش نتمنى ان احنا نشوفه لما تشوف الجماهير هناك في السنغال هذا الاداء السيء وعلى فكرة مش احنا بس اللي بنقول العالم هو اللي بيقول انا عايز اقول لحضراتكو انا وكريم محضرين لكو السحف العالمية كيف تحدثت عما جرى من قبل الجماهير في السنغال يعني شيء غير طبيعي معلش مع احترامي شديد حضرتك شفت عندنا ازازة مية ترمت ولا ليزر جيه في عين حد مفيش الكلام ده كان فيه احترام كان فيه رقي كان فيه حاجة اسبع مصر ناس بتمثل هذا البلد هناك بقى شوفنا ايه على الصعيد التاني فين التنظيم فين الاحترام فين الاداء فين احترام اللعيبة ايه اللي لا معلش يعني مايش انا يمكن متدايق شوية حالي حال اي شخص طبيعي يعني سامحوني لكن حاجة برضو يعني ما كانتش لطيفة قبلا يا كريم وما كناش متوقعينها بصراحة رغم ان على فكرة قبل المطش بساعتين تلاتة كان فيه كلام ان هما فتحوا الاستاذ معين هما من سبع الصبح الاستاذ كان بكثافة سبعين في المية فولي بوكت زي ما بيتقال ولكن فتحوا الببان في الاخر لكل الناس فتخال انت داخل مفيش رقيب مفيش حاسيب كل واحد داخلي بليزر اد كده دي الصور اللي بتثبت برضو كل حاجة موثقة على كل حال هنشوف القصة هتروح لفيه اللي حقنا ان احنا نطالب بيه معليش دولة وعا الصور الحقيق فاركزوا حضراتكم بصفة خاصة في الصور بتاعت محمد صلاح وهو بصدد تسديد ضربة الجزاء للأسف الشديد اهضرها الصور كلها مش بتورينا يعني صعب نتعرف على ملامحه اساسي هتشوفوا قدامكم الرجل الاخضر لان الليزرز جاية بوشه من كل مكان بشكل يعني غير مسبوء هو موضوع اقلام الليزر يعني ما هيش جديدة بس انا عن نفسي انا بكلمكم عن نفسي انا معرفش على حضراتكم حضرتوا حاجة مشابهة كده قبل كده ولا لا انا مشوفتش المنظر ده في حياتي قبل كده بهذا كم بهديك كثافة لا الموضوع وبعدين فكرة تجاوز الجماهير ابتدى من اللحظة الاولى لنزول المنتخب او لوصول المنتخب المصري الى دكار من اول لحظة يعني مليون تفصيل اقوة تاني وتالت ورابع اللي بيتقال دلوقتي واللي حيتقال مننا على مدار حلقتنا النهاردة اكيد مش مبرر ومش معناه ان احنا كنا اللي هو كنا زي الفل ومعندناش اي مشكلة وان المشكلة بس في الجماهير اصل الكذا اصل الكذا الكذا دي شاملين حكم عجيب الشأن حكم عجيب الشأن مصطفى غربار اه مصطفى غربار يعني الامانة برضو امبارح وخصوصا بيحكم نهائي القرن على فكرة ما بين الاهلي والزمارة انا يعني ساعات كتير بصي ارجع اقولك تاني انا هو انت الواحد مش اول مادة احنا عدد احنا لسنى دلدل في الكلام عن اخطاء تحكمية وهرتالة تحكمية لا ولما يجي حكم الفار يقولك على حاجة وانت برضو تعنت دي غريبة يعني وغيرها 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 يعني وغيرها كتير امبارح الجماعة اللي هما المسعفين رايحين جايين دول اكتر ناس جايين ومبارح على فكرة في ارض الملع المسعفين اللي داخلين بالنقالة خارجين بالنقالة كمية ضربة مش طبيعية وكمية يلا حسنا